أهلا وسهلا فيكن أصدقائي بعالم الكروشي مع سلام أهلا فيكن بالجزء الثاني من عمل دمية الكوالا الجزء الأول اشتغلنا الرأس مع الجزء في هذا الجزء رح نشتغل القدمين اليدين والأذنتين مع الأنف وتجميع الأجزاء مع بعض قبل ما ابتدي بالشغل بحفظ ذكر اللي ما اشترك بالقناة يشترك فعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد ومميز من عالم الكروشي مع سلام ويلا فينا نشتغل مع بعض لعمل القدم بنبتدي بحلقة سحرية بعمل الخيط على شكل دائرة بهذا الشكل وبسبته بأصبعتي ومن داخل هاي الدائرة بسحب الخيط أول مرة وبرجع بسحبه تاني مرة الدائرة السحرية عندي جاهزة لأشتغل فيها الدور الأول الدور الأول عبارة عن ست غرزات حشو داخل الدائرة السحرية بدخل من داخل الدائرة بسحب الخيط صار عندي خيطين على الأبرة باخدن بأول غرزة حشو برجع نفس الكلام هاي التانية الثالتة هاي الرابعة الخامسة هاي الغرزة السادسة ست غرزات حشو داخل الدائرة السحرية الغرزة السادسة هاي بدي حط فيها العلامة الخيط الأصير عندي هاد اللي باقي من الدائرة السحرية بسحبه حتى سكر دائرتي لاحظوا عندي هون ما بدي بقى عندي فراغ انتهى الدور الأول الدور الثاني عبارة عن ست غرزات تزايد يعني في كل غرزة من هاي الغرزات بدي اشتغل فيها غرستين هاي الغرزة الأولى ثانية الثالتة الرابعة الخامسة وهاي الغرزة السادسة هون في هاي الغرزة لاحظتم معي أنه أنا ما ختمت الدور فوراً ابتديت بالشغل بسحب الخيط منها وبشتغل أول غرزة حشو وبرجع من نفس الغرزة بشتغل تاني غرزة حشو هاي أول غرزة تزايد بروح الغرزة اللي بعدها كمان بشتغل فيها غرستين هاي تاني غرزة تزايد هاي الثالتة الرابعة الخامسة وصلت للغرزة السادسة اللي فيها العلامة بشيل العلامة وبشتغل فيها كمان غرستين واحد وهي اتنين وبرجع العلامة لآخر غرزة بهذا الشكل انتهى الدور التاني الدور التالت عبارة عن غرزة حشو غرزة تزايد بكررة ست مرات يعني الغرزة الأولى بشتغل فيها غرزة حشو وحدة اللي بعدها بشتغل فيها تزايد يعني بشتغل فيها غرستين هاي اول غرزة وبرجع من نفس المكان باخد الغرزة التانية صاروا غرستين حشو وبكرر هذا الكلام حتى اصل لغرزة العلامة المفروض يكون فيها تزايد الدور الرابع والدور الخامس هنه ادوار سابتة يعني في كل غرزة رح اشتغل فيها غرزة حشو وحدة دور سابت ما فيه تزايد الدورين سابتات بشتغلون وبرجع لكم بعد الدورين السابتات منلاحظ ان الشغل عندنا بلش يلم فهذا الوجه هو الوجه الخارجي الوجه هو باتجاهي هو الوجه الخارجي الدور السادس عبارة عن اربع غرزات تناقص بعدها مرجع بكمل بعشر غرزات حشو حتى نهاية الدور اربع غرزات تناقص يعني بسحب الخيط من اول غرزة وبرجع بسحبه من تاني غرزة بهذا الشكل وباخده بغرزة تناقص وحدة برجع هي اول غرزة تناقص برجع بسحب الخيط من اول غرزة وبسحبه من تاني غرزة وهي تاني غرزة تناقص بسحب الخيط من اول غرزة وتاني غرزة وهي تالت غرزة تناقص كمان بسحب الخيط من أول غرزة وتاني غرزة وهي رابع غرزة التناقص وبرجع بكمل الشغل بغرزات حشو حتى نهاية الدور إذا عديناهن فهني عشر غرزات حشو الدور السابع عبارة عن غرزتين تناقص وبكمل لآخر الدور بعشر غرزات حشو بسحب الخيط من أول غرزة ومن ثاني غرزة وباخده بأول غرزة التناقص برجع كمان بسحب الخيط من أول غرزة ومن ثاني غرزة وهي ثاني غرزة تناقص وبرجع بكمل لنهاية الدور لغرزة العلامة غرزات حشو عادية حتى نهاية الدور بنهاية هذا الدور وقبل ما أبتدي بالدور التالي أنا بحشي هاي القطعة لاحظين أني بعدها رح يضيء كتير ما رح أقدر أحشيها أخذت معي شكل أسفل القدم الدور التالي عبارة عن غرزة حشو غرزة تناقص بكررها ست مرات حتى نهاية الدور يعني الغرزة الأولى عبارة عن غرزة حشو اللي بعدها غرزة تناقص فبسحب الخيط من أول غرزة وبرجع بسحبها من تاني غرزة وبشتغلها مع بعض بغرزة تناقص وبكرر هذا الكلام حتى أصل لغرزة العلامة انتهى هذا الدور بثمين غرزات بعد هذا الدور بدي أشتغل ثلاث أدوار سابتة ثلاث أدوار سابتة يعني في كل دور بدي أشتغل فيه ثمين غرزات لأن في كل غرزة بدي أشتغل فيها غرزة حشو وحدة فاشتغل في كل غرزة غرزة حتى أصل لغرزة العلامة بنقل غرزة العلامة واشتغل الدور اللي بعده. فهي ثلاثة ادوار سابتة رح اشتغلون وارجع لكم. انهيت الادوار السابتة. اشتغلت الثلاثة ادوار اللي عند غرزة العلامة. هون بدي اختم بسحب الخيط من الغرزة. وبرجع بسحبه من الخيط اللي على الابرة. برجع بسحب مرة ثانية الامان. وبقص الخيط. بهذا الشكل. الحشو طبعا هو للجزء السفلي فقط من القدم. هذا الطرف هون رح يكون فاضي لاني بدي استخدمه بالخياط بالتسبيت. طبعا انا بحاجة لقطعتين من هذا. انا بحاجة لقدمين. بدي كرر نفس الخطوات للقدم التانية. العمل اليدين ببتدي بعمل دائرة سحرية. بعمل الخيط على شكل دائرة بهذا الشكل بسبته باصبعتي ومن داخل هاي الدائرة بسحب الخيط اول مرة وتاني مرة. صار عندي دائرة سحرية جاهزة يبتدي فيها الدور الاول. الدور الاول عبارة عن 8 غرزات حشو داخل الدائرة السحرية. من داخل هاي الدائرة دخل ابرتي بسحب الخيط. هاي اول غرزة حشو. برجع من داخل الدائرة. هاي الثانية. الثالثة. الرابعة. خامسة. السادسة. سابعة. وهي الثامنة. تمان غرزات حشو داخل الدائرة السحرية. بحط العلامة عند آخر غرزة. الخيط القصيرة من الدائرة السحرية بسحبه لحتى سكر هاي الدائرة. بهذا الشكل. سكره تماما. دور الاول انتهى صار جاهزة اشتغل بالدور الثاني. الدور الثاني والثالث والرابع هي ادوار سابتة. يعني بدي اشتغل ثلاثة ادوار سابتة في كل دور في يونت من غرزات. بس اتأكد الغرزة الاولى احيانا بتضيع. فتأكد منا هاي الواحد. هاي الغرزة الثامنة. السابعة. السادسة. الخامسة. الرابعة. تالتة الثانية الاولى. الاولى هون هاي هي. فانا هون بدي دخل ابرتي فيها واشتغل فيها غرزة واحدة بس. هاي اول غرزة. هاي الثانية. التالتة. الرابعة. الخامسة. السادسة. السابعة. وصلت للغرزة اللي فيها العلامة اللي هي الغرزة التامنة. بلاحظ انه الشغل انا عندي لف بهذا الشكل فانا بدي قلبه. هذا هو الوجه اللي باتجاهي هو اللي بدي يكون الخارجي. خلي ذلك انا رح اقلبه بهذا الشكل. يعني خيط البداية بدي يكون طالع من داخل الشغل. لاحظين معي كيف. من داخل الشغل بيكون خيط البداية. برجع العلامة لاخر غرزة. هاي اول دور سابت و بدي ارجع اشتغل دورين سابتات تانيات. بشتغلون و برجع لكم. انهيت لدور الثلاثة السابتة وصلت لهون. في نهاية هذا الدور الثالث بدي يبدل اللون. بدي يدخل اللون الازرق اللي هو لون اللباس طبع دميتنا. فكيف بدي يبدل اللون برجع لاخر غرزة. سحب منها الخيط. هون بوقف و بجيب اللون الازرق. بجيب الخيط اللي بدي يستخدمه لللباس. رح سبته. باصبعتي بهذا الشكل. و اشتغل فيه الغرزة الاخيرة. و اشتغل غرزة كمان لحتى بس سبت الخيط. ما يرجع يسحب معي. بهذا الشكل. هاي غرزة. بربط الطرفين البني مع الازرق. وبقص الخيط البني ما عادي يلزمني انتهيت منه. بدي يكمل باللون الازرق. برجع الابرة طبعا هاي الغرزة البنية اللي هون هي اخر غرزة من الدور الماضي. برجع للعلامة. و بدي ارجع اشتغل كمان تلت ادوار سابتة تانية. كل دور فيها ثمان غرزات. بس باللون الازرق. يعني اليد عندي بدي تصير بهذا الشكل. ثلاثة ادوار سابتة باللون البني. الدور الاول طبعا هو الدور اللي كانت ثمان غرزات في الدائرة السحرية. ثلاثة ادوار سابتة بالدور اللون البني. و ثلاثة ادوار سابتة باللون الازرق. بعدها بختم بمنزلقة بيكون هذا هو شكل اليد. بحشيها بشيء بسيط جدا المقدمة بس. كمية بسيطة جدا من الحشو. يعني في هذا الجزء فقط اللي رح ينحشها. والجزء العلوي رح يكون فاضي. لعمل الادن بالبداية رح يبتدي باللون الزهري. هذا عمل داخل الادن. بعمل حلقة سحرية بهذا الشكل. شكل دائرة. بسابتة باصلاع اصبعتي. من داخل هاي الدائرة بسحب الخيط اول مرة. وتاني مرة. الدائرة جاهزة لاشتغل فيها الدور الاول. الدور الاول عبارة عن ست غرزات حشو داخل الدائرة السحرية. من داخل الدائرة بسحب الخيط وهي اول غرزة حشو. برجع نفس الكلام. هاي الغرزة التانية. التالتة. الرابعة. الخامسة. هاي الغرزة السادسة. ست غرزات حشو داخل الدائرة السحرية. بحط العلامة عند الغرزة السادسة. وبسكر الدائرة. بسحب الخيط القصير وبسكر دائرتي السحرية. بهذا الشكل. الدور الثاني عبارة عن ست غرزات تزايد. يعني من الغرزة الاولى ببتدي باخد منها بدي عمل فيها غرزة التزايد. يعني بدي اشتغل فيها غرزتين حشو. هاي الغرزة الاولى برجع من نفس المكان. هاي الغرزة التانية. اول غرزة التزايد. نروح للغرزة اللي بعدها كمان هاي. واحد ومن نفس المكان باخد التانية. الغرزة التالتة. واحد. واثنين. الغرزة الجابعة. كمان واحد من نفس المكان. اتنين. الغرزة الخامسة. هاي واحد. وهي اتنين. بشيل غرزة. بشيل العلامة. وبشتغل غرزة العلامة كمان فيها واحد. وهي اتنين. انهيت الدور الثاني بينتهي طبعا باثنعاش غرزة. الدور الثالت عبارة غرزة حشو تزايد بكررة ستمرت. يعني الغرزة الاولى فيها غرزة حشو وحدة. التانية فيها تزايد يعني فيها غرزتين حشو. هاي واحد. من نفس المكان. هاي اتنين. ومرجع من عيد نفس الكلام حتى اصل لغرزة العلامة اللي المفروض يكون فيها تزايد. وصلت حتى نهاية الدور الثالت. هون انا اللي باللون الزهري بدي اختمه. بروح على الغرزة اللي بعدها. وبختم بمنزلقة. بسحب الخيط من الغرزة بسحبه من الخيط اللي على الابرة بهذا الشكل. وبقص الخيط. بهذا الشكل هذا القلب الزهري انهيته. حتى هاد الخيط اصبته بالخلف فانا راح اعقده مع خيط البداية. خلي العقدة تكون في المنتصف. هون. ما بديها تكون عند الطرف. في المنتصف. هاي العقدة طبعا بس لحتى. اترك الخيط يكون في الخلف. وقص الزايد منه. من هاد الخيط الزهر ما بيلزمني. هاد قلب الاذن. القلب الداخلي للاذن. متل هيك. بدي ارجع كرر نفس الخطوات تماما. حلقة سحرية فيها ست غرزات حشو. ست بعدين عندي ست غرزات تزايد. والدور الثالث اللي هو غرزة تزايد غرزة تزايد باللون البني. لون البيج من نفس لون الدمية. راح اعمل انح تقصل انهي الثلاثة الدوار اللي باللون البيج. وبرجع بكملكم. متل ما قلتلكم اصدقائي وصلت حتى نهاية الدور الثالث. كررت اللي عملته انا باللون الزهر. كررته مع اللون البيج. بس ما ختمت الشغل. هون بدي اجيب القطعة اللي لونه زهري. والقطعة اللي لونه بيج. بدي حط الظهر عالضهر. لاحظوا معي. هاي الوجهين بدي حط الظهر عالضهر بهذا الشكل. بجيب غرزة العلامة بسبتها باخر غرزة من البيج. وباخر غرزة هون من لون الزهري. هاي الغرزة اللي عندها انا ختمت هون. قبل اللي ختمت بمنزلقة. تمام? هلا الدور التالي يلي رح اشتغل فيه. بدي اشتغل غرزتين حشو غرزة التزايد. بس غرزتين الحشو. هلا هاي غرزة. البيج. الملاحظين رح حاول انا اقرب الكاميرا. تمام. الغرزتين. البيج. هاي الغرزة. هاي غرزة البيج. تمام? في الى خيطين. هاد الخيط الخارجي. هاد الخيط الخارجي هون. وهاد الخيط اللي هو بالخلفي او الخيط الخلفي. انا بدي اشتغل. بالخيط الخلفي. للغرزة. فالقبر تي رح تفوت بالخيط الخلفي. للغرزة. وبالنسبة للزهري كمان هاي هون هو خيطين. تمو شايفين هون. هو كمان هون خيطين. هاد خيط اللوب الخلفي. وهاد الامامي. فانا كمان بدي ااخد اللوب الخلفي. يعني الخيطين اللي هنن متلاسقين هون. اللي هنن جم بعض بالاساس. بدي اشتغل فيها. هاي غرزة. حشو. بروح على اللي بعدها. نفس الكلام تماما. باخد الخيط اللوب الخلفي من الغرزة البيج. مع اللوب الخلفي من الزهري. وباشتغل غرزة حشو التانية. وصلت للتزايد. كمان بتخطي باللوب الخلفي للبيج واللوب الخلفي للزهر. وبشتغل فيها اول غرزة. وبرجع بعيد. بتاني. غرزة. وبكرر هاد الكلام حتى اصل لغرزة العلامة. غرزتين حشو. غرزة تزايد. حتى اصل لغرزة العلامة. وبعدها بختم بمنزلقة. بيعطي عندي هادا الشكل. هي شكل الاذن. بعد ما اكتملت عنا جميع الاجزاء. بقي عنا نشتغل الانف. الانف عبارة فيكن تعملوه باللون الاسود. فيكن تعملوه بالبني الغامق. انا رحستعمل اللون البني الغامق. هو عبارة عن ست غرزات حشو. داخل الدائرة السحرية فقط لا غير. فانا هعمل دائرة سحرية اخذ منها الخيط اول مرة. وتاني مرة. واشتغل فيها ست غرزات حشو. هاي. الغرزة الاولى. التانية. التالتة. الرابعة. الخامسة. وهي الغرزة السادسة. ست غرزات حشو. رح سكر الدائرة. وبروح عند الغرزة الاولى. وبختم بمنزلقة. طبعا رح سكر الدائرة بحيس انه ميتم فيها اي فراغ. ما بدي فراغات في المنتصف. وهي الغرزة الاولى هون. رح فوت فيها واختم شغلي بمنزلقة. بسحب الخيط من الغرزة الاولى. وبرجع بسحبه. من الخيط اللي بالدائرة. اللي على الابرة. وبقص. بترك مجال بسيط للتسبيت. وبقص الشغل. بسحب الخيط طبعا من الغرزة. بهذا الشكل. وقفلنا الشغل. هو هون الشغل بيعطي على شكل. دمع. لاحظوا معي كيف شكله. شكل النهائي للقطعة. هيك. هذا انف. دميتنا. برجع لكم بالتسبيت. بدنا نبتدي بتجميع القطعة مع بعضها. بعد ما الاجزاء بشكله الكامل صارت عندي جاهزة. انا هي الدمية الاساسية هون عن تبديل الخيط. هذا ديكون الطرف الخلفي. رح انظر بهذا الطرف. ابتدي بتسبيت القدمين. طبعا تسبيت القدمين ديكون بشكل جالس. مثل العادة انا دائما بسبت بي دبابيس بعد خيط. اذا لقيت انه انا شغلي صاح بسبت بالخيط. فبداية رح حطهم بهذا الشكل. وبجيب ابر الخياطة. هاي الدبابيس العادية. وسبتهم. وانظر. اذا كانوا مناسبين ومكانا هو صح فانا بسبت بالخياطة. جيب ممكن استعمل ابرة خياطة عادية. وممكن استعمل ابرة بلاستيكية. او حق ابرة تنظيف كروشة. لما بستعمل الابرة الخياطة العادية ما بستخدم الطرف المدبب. لا. بستخدم الطرف الخلفي للابرة. لاني الطرف الخلفي ما بدخل داخل الخيطان. انا بدي اشتغل بين الغرز بهذا الشكل. بدخل من طرف الغرزة بطلع من طرف التاني. ما بدخل من داخل الخيطان لا من بين الخيطان هلا بعد ما شفت انه الاجرتين مكانهم مناسب فانا راح استخدم هدول الخيطان ضمهم بالابرة استخدم هدول الخيطان وخيط سبت القدمين مع الجسد بعد ما سبتت القدمين وخيطتهم سبتتهم بشكل كتير مزبوط بتدي بتسبيت اليدين طبعا بشكل متوازي للقدمين مثل العادة هاد انتقال اللون راح يكون من طرف الداخلي بحيس انه ما يبين بدي حط اليدين بهذا الشكل بحط الدمية امامي وبحط اليدين بطرفين من هون ومن هون وبطلع اذا كانوا متوازيين او مهن متوازيين مناسبين للقدمين او لا وبسبتهم كمان بدبابيس قبل ما ابتدي بالخياط وهلا برجع بطلع كيف مكان اليدين بالنسبة للقدمين برأيي مكانهم مناسب تماما بعدها ببتدي بالخياط طبعا فيني استخدم هذا الخيط وفيني استخدم خيط خارجي رح ابتدي انا رح سبت اليدين وارجع لكم بباقي الاجزاء بعد ما انهيت تسبيت اليدين بجي دور على الادنين هاي الادن وهذا الخيط يلي نحنا بالاساس تركينه منها بدنا نعمل قطبة للادن بهذا الشكل فانا رح ادخل الخيط بالغرزة من هذا الجانب وارجع طالعا بغرزة من الجانب التاني هذا الشكل برجع الغرزتين اللي بعدهم كمان اللي فوقهم تمام بس غرزتين بحيث انه بس تعطي شكل انه تعطي هذا الشكل فقط بهذا الشكل انا بديه بعدها فيني اعقد الخيط وتخلص منه هدخله من هون عملته عقدي هدخله من الداخل هذا الشكل هذا الشكل الادنتين بهذا الشكل رح يصيره وبيدي شوف بحيث حطهم بمكان متوازي الادن التاني طبعا بدي اعمل فيها نفس الكلام وبيدي يسبتهم بطريقة متوازية نفس مستوى اليدين لاعلى بحيث انه وقت اللي انا حطهم وسبتهم خيطهم يكونوا قريب مستواهم قريب من اعلى الرأس يعني او اعلى بشوي بس بشيء بسيط موازي لليدين موازي لتثبيت اليدين واعلى من الرأس بشيء بسيط لاحظين معي كيف بشيء بسيط بهذا الشكل انا بدي يسبت طبعا بسبت بدبابيس وبعدها بخيط بخيط الجزء هاد من هون رح خيط هون منتصفه وبخيط وبسبت من هون وكمان لمنتصف الدائرة الجزء العلوي هاد رح يتم حر ما رح يتسبت فقط الجزء المنتصف يعني لهون ومن هون الخياط رح يكون بهذا الشكل لح سبت اليدنين وارجع لكم شان تشوفوا الشكل كيف اعطى اصدقائي بعد ما انتهيت من تركيب اليدنتين ركبت الانف مثل ما انتوا شايفين تقريبا اسفل الخط اللي قاسم للرأس العينتين بيبعدوا عن خط الانف اذا كان هذا الانف هذا الخط اللي اعلى الانف فهن بسطر الغرز اللي اعلىه تماما التركيب الدمية وتجميع اجزاء بترجعك قسم كتير كبير منها للنظر مثل ما انتوا شايفين بهذا الشكل صارت دميتنا جاهزة طبعا انا فيني حليها باي شيء ممكن اعملها قضعة ممكن اعمله لفحة فيني حليها بالشكل اللي انا بحبه بهذا الشكل بيكون انهينا الفيديو بحب كون بتمنى انه تكون وصلتكم الفكرة بتمنى انه ما يكون فيه اي شيء غامض عليكم اذا فيه اي شيء لا تترددوا بالسؤال بالتعليقات وانا اكيد رحكون جمكم قبل ما انهي الفيديو بحب ذكركم اللي ما اشترك بالقناة يشترك فعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد ومميز من عالم الكروشي مع سلام وبأمان الله